السلام عليكم هنتكلم عن بذل الجهد والتريد والحركة يعني عكس الخمول طبعا ربنا بيكافئ المجد غير كسول بتلاقيه يأكل بشهية وينام بسهولة ومقاومته عالية جدا للأمراض وريازه المناعي أكوى وجد من ضمن المزايا لما يبذل الجهد زي العدائين اللي بيجروا بعد حوالي 15 دقيقة قد تصل إلى 20 وده ما فيه اختلافات من الأفراد الجسم بيبدأ ينتج مادة تخفف الألم اللي يحصل في العضلات اسمها الاندروفين بتقلل الأحساس بالألم وبتدي أحساس بالراحة ففيه جينات مقفولة مقفولة عليها كبر طبعا وده نهج الجينات في جسمنا ما بتتفتحش وتفعل وتشتغل وتديني المواد اللي أنا عايزها إلا ببذل الجهد الاسترس اللي بيحصل على الخلايا وبيعلي درجة الحرارة وبتبذل جهد زيادة قوي فتتفتح جينات تطلع لي مجموعة خطيرة جدا من البروتينات اسمها هيت شوك بروتينز وأرقامها 60-70-90 أنا هقول فايدتين في إغاث الأهمية بتأديها هذه البروتينات نمرة واحد تستطيع أنها تنتزع ببتيت الببتيت ده يعني حمدين أمنيين وبينهم رابطة يعني علامة للميكروب كل ميكروب له بابتداد تميزه بيبدأ ينتزع هذا الببتيت بيعرضه على خلايا بها في الجهاز المناع عشان يبصى الأجسام المناعية تضاد هذا الميكروب بصفة خاصة ومتابعها المقاومة بتبقى عالية جدا وأنا ليه تجربة شخصية يعني قبل حرب أكتوبر بشهور أو أكثر يعني كنت في تدريب مدة أسبوع وجهد عالي جدا ومعظم الليل والنهار مال معين في مية مية بمالح مية عادية مية بطين المهم مع الجهد العالي جدا في نهاية الأسبوع وفي شهر يعني يعتبر في الشتاء ركبونا عربيات مكشوفة وجسمنا مبلول بهدومنا من فوق لتحت ومشت قرابة المية كيلو بسرعة وفجأت محدش فينا لا تزكم ولا كحة ولا حساب له أي حاجة ويمكن بستعيد اللي كان بيحصل الأجيال القديمة من الفلاحين لما ما كانش فيه ميكانة ولا صعر قدام التلفزيون كانوا بيطلعوا بعض الفجر وبيشتغل عمل يدوي عنيف اللي جاءت قبل المغرب نهيك عنه بيأكل حاجات طبيعية من الأرض وبيشرب مية عادية مقاومته او جهاز المناعة عالي جدا لو قيدوا تجرحت او حصل حتى جرح كبير بيغسلها بماية او تاني او يخف لا فيه صديد ولا عايزين مضاء بضحايا ولا تيتانوس وجهاز المناعة فيه اعلى حالاته دي احد مزايا الهيتشوب بروتينز اللي بتنتج بس الانسان اللي بيبذل جهد عالي جدا فيه ميزة تانية هامة جدا بس لازم نعرف الاول ان الجسم كان يعتقد انه بينتج تمانين الف نعم البروتينات في سنة الفين النهاردة الرقم عدد تلتمية الف دي حاجات هامة جدا لحياة الانسان من جره لا تستقيم الحياة البروتين عشان ينتج مجموعة احماض امانية حوالي 20 حمد اميني زي حروف اللغة بتترتب بشكل مميز عشان تنتج بروتين الماد بعد ما ارصنا البروتين دي ممكن يبقى 50 حمد يعني حاجة بسيطة طالس زي الحنسلين او قد يصل لأكتر من 2000 حمد اميني هذا البروتين لا يؤدي فعله غير فعال لازم يتم طيه بشكل مميز يتفق مع المهمة اللي هتوك الانسان كل بروتين اللي هو طريق الطيه مختلفة غير التاني وطبعا لو لم يتم طيه تبقى مشكلة ده مش بس ان انا مقدرش استفيد بيه ده ممكن يضريني يمكن سمعتو عن البريون اللي بيسبب جنون البخر البريون ده عبارة عن بروتين مهوش كائن حقيقي لكن كيل انه لم يتم طيه بشكل مناسب فبقى ايه بيخرب في الجسم ويخرب المخ وكيل انه بيعدي اي بروتين تاني يلصق فعلشان ادفع الجسم ان يطول بروتينات بشكل جيد وبينضف لها سعار سكر او كابريت او تصبح فعالة وتؤدي عملها بشكل جيد وتستقيم حياة الانسان وصحته ده بيتم بالهيل شوف بروتينز اللي هنها نتيجة نبس للجهد فانا ضد اللي هو عمل واكتابي وبعدين يقعد في البيت او قدام الله وهو حياته كلها خمول ده حياته هتختل تماما ندعو الناس للحالة والمشاط وبزل الجهد لتستقيم الحياة وتبقى الصحة في احسن حالتها شكرا والسلام عليكم احسن حرفت لكن احسن حatten الله وراك packed اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة